من بيت لحم ينضم لنا مراسل غدراء الشريف إذن رائد كيف تبدو الاحتفالات في ظل هذا الوضع الاستثنائي مع انتشار فيروس كورونا كيف هي تبدو هذه الإجراءات وكيف تبدو سمة الاحتفالات مع هذا الحدث الاستثنائي نعم وائل في مثل هذا اليوم من كل عام هذه الساحة تعج بألاف المواطنين الفلسطينيين بالإضافة أيضا إلى الحجاج المسيحيين الذين يأتون من مناطق مختلفة من العالم وذلك للاحتفال بالأعياد الميلادية وانت تعلم تماما الطوائف المسيحية هناك من يحتفل حسب التقويم الغربي وحسب التقويم الشرقي اليوم يعني الاحتفالات هي للطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي الروم الأرثذوكس السريان الأقباط الأحباش منذ ساعة الصباح كانت هناك شخصية اعتبارية من مدينة بيت لحم استقبلت بطريارك السريان وبعد ذلك الأقباط وبعدها الروم الأرثذوكس وفي انتظار استقبال بطريارك الأحباش في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القدس المحتلة الساحة تبدو فارغة تماما من الحجاج المسيحيين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى فلسطين مقارنة مع العام 2019 تحديدا كانت هناك أعداد كبيرة دخلت إلى فلسطين مقارنة مع العام الماضي كذلك تجاوز العدد الثلاثة ملايين وإنما اليوم نتحدث هنا عن ساحة فارغة وسط إجراءات استثنائية وغريبة إن صح التعبير مختلفة مغايرة وهذا بسبب جائحة كورونا حتى الأعياد قدس الليل سيقتصر على رجال الدين وكان الحديث واضح من الحكومة الفلسطينية في كل الأماكن تمنع التجمعات وذلك لكسر سلسلة الوباء ومنع انتشار فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا بالشكل كبير في العالم وتحديدا في فلسطين كونها دولة صغيرة والمدن الفلسطينية قريبة من بعضها البعض نتحدث عن الضفة الغربية التي أعلن فيها الإغلاق من السابع مساء وحتى صبيحة اليوم التالي حتى السادسة صباحا وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا الفرحة موجودة البسمة حاضرة قبل قليل قبلت عددا يعني من النساء المحتفلات بعيد الميلاد المجيد يعني تحدثنا عن الفرحة بالرغم من وجود فيروس كورونا الأطفال كذلك ولكن مختلفة تماما خاصة والمشهد أمامكم الآن الساحة فارغة تبدو من المحتفلين وهذا بسبب الإجراءات وبسبب كورونا وائل شكرا جزيلا لك رائد الشريف ومراسل غدكم تماما بيت الأحمق شكرا جزيلا لك